كيف بد أعلم بنتي القناعة عمرها خمس سنين ونص بها كالهم لما نطلع على مجمع تجاري كيف بتنكد علي وبتصير تصرخ بكل دكانة بنفوت عليها بدأ تشتري لعبة أو بدأ تشتري إشي وهذا كتير أنا بحرجني وبزعجني مش عارفة كيف أوقف هاي النكاد والبكا أنا بدأ أقول لك طفلي عمرها خمس سنين ونص هي لما بتتواجد بمجمع تجاري مثيرات مثيرات اللي بتخليها تصير ما تقدر تضبط حالها إسا أنت دورك تربي مش دورك تنحرجي أنت دورك أنك تفهمي بطريقة اللي هي دراما والدراما مع الحواس كتير بتساعدها أما لما بتنحرجي وبتصير عصبية إحنا ما اطلنا من نربي بطل دورنا التربية صار دورنا شو بدي أعمل وين دا أخب حالي من الناس مخصنيش بالناس هي طفلي وهذا إشي طبيعي بدأ تبكي وبدأ تجرب بدأ تجرب تضغط عليك برغباتها قبل ما تنزلوا من السيارة بتقولي لها إحنا رايحين لنعمل واحد تنين تلاتي في إلك أنا محضرة مساري قبل ما تنزلوا أنا محضرة مساري هاي لأ إلك عشان أشتري لك إشي بدك تنقيه هون أنت وضحت حالك باللحظة اللي بتكوا تنزلوا وهذا كتير مهم إسا لما تسير بكل محل وانا الحقيقة أنا ضد المشوار والمتعة بالأماكن اللي محل تجاريه هاي مثير إلى الأولاد وبتعصبنهن وبتطفرهن وبتعصبنكو كمان بتطفركو ويلهن بشوفوا حلويات ويلهن بشوفوا ألعاب ويلهن بشوفوا دكاكين فيها مثيرات هذا ليش؟ أنا بفضل إنه ناخدهن على حديقة عامة على برنامج عطفة مسلمة سرحية رواية أي شيء اللي فيه برنامج لأ لها رياضة نادي هواي تربية مثلا خيول شيء لأ لها أما نكون بمحل تجاري وإن خليها تتصرف زي الكبار أنا أبدأ وشوشك وأقولك إحنا الكبار لما منشوف إشياء مرات وإحنا مش مقررين نشتريها ما منشوف حالنا ولا الرغبات صارت تطغي على إرادتنا كم بالحرية الأطفال هاي مش ضد القناعة تبعتها خمس سنين ونص فاستخدمي الدراما مع المحسوسات إسا إحنا كمان شوية كش كش إحنا إسا كمان شوية حتحكي مع شخصية خيالية وتخليها تتحفز لأنه فيه إشي من بعد هاللي بتكتعمليه إسا فيه إشي لأ لها وبعدين إنتي بتقولي أنا مش راح ما أشتري لهاش أنا رايحة وبدأ أشتري لها فاحنا كمان شوية مع الشخصية الخيالية نروح على دكاني فيها كتير إشياء بتحبها بنتي يعني بدك تعمل الدراما وتحكي مع الشخصية الخيالية وتحكي بالمحسوسات بشوف بسمع عيس أدو بس أخيرا بدأقول قللوا من المجمعات التجارية للأطفال لأنها بتعصبنكوا وبتزعل الأطفال قللوا منها لما بتكتشتروا أي غرض روحوا لحالكوا ولما بديشتري جوزك بديشتري بديك تشتري له بتحطيها بمحل المهم إنها تبقى هي بمجال تنفيس اللي فيه مثيرات موفر لها بمثيرات لعقلها ولجسمها ولعطفتها وانت بتقدي الواجب تبعك بالمجمعات التجارية